لماذا تركوا السلفية؟ يا قوم اتبعوا المرسلين هذا الشاب نشأ نشأ سلفية وهو من ساكني مكة وعلى أساس طالب علمه ما بعرف إيش بعد ذلك ينقلب تلك الانقلابة التي سنشاهدها جميعا معنا سبب انقلابه نشأ نشأ سلفية تقدس وتعظم أهل البدعة كالإمام السيوطي كما يسمونه هو عنده شيء يسميه موسوعة شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي مهتم بكتب السيوطي وما شبه ذلك إضافة طبعا لتعظيمه لمن يعظمهم عادة بعض السلفية أو السلفية المدجنة وما شبه ذلك يعظمونهم ويحبونهم من مشايخ الإسلام وعلماء الدين من أهم الأسباب التي جعلته يترك السلفية وينتقل إلى التجههم وإلى حب الجهمية أو ما أدري على أي شيء هم هو أن السلفية يكفرون من يستغيث بغير الله بينما علماء الدين وآئمة الإسلام يستغيثون بغير الله ويعطيك أمثلة فيقول أكيد أنتم يا سلفية غلط حينما تقولون إن الذي يستغيث بغير الله كافر ليش غلط؟ هل لأن القرآن والسنة يشهد لغلطهم؟ لا لأن كلامهم يتعارض مع فعل آئمة الدين تماما كما يفعل المدرجع عندما يقولون لك كل كلامكم غلط في تبديعي أو تكثيري الأشعرية لأن آئمة الدين أشعرية هو نفس الشيء لكن هو ما تتطرق لمسألة أشعرية وإنما يتطرق لمسألة الاستغاثة ومسألة الاستغاثة ترى مسألة عظيمة جدا عند السلفية يعني هي كفر أكبر عبادة لغير الله كيف يردون عليها؟ ما عندهم رد ولا يستطيعون أن يردوا عليه لا يستطيعون ولأنهم لا يستطيعون وهو تربى وجد هذا التناقض هل أختار المسألة العلمية التي يقررها السلفية أم أختار علماء الأمة الذين لا علماء الأمة غيرهم؟ لا يختار علماء الأمة انظر مثلا هنا يقول نشأنا كسالفيين على أن طلب المدد من غير الله من الأموات حتى لو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في زعمهم فهو شرك وكفر وأثناء مطالعتي للتحفة اللطيفة وجدت مؤلفه شيخ الإسلام السخاوي العالم الرباني رباني يا رجل يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم صراحة وهو عالم فلا يعذر لجهلي فعلى حسب أصول أصحابنا قد كفر السخاوي كذا يقولها ما تقطع لي يا كفر السخاوي وتحط أنا أقرأت كلام أخيك فهنا جاء أيضا من كلام السخاوي في كتاب اسمه التحفة اللطيفة يقول فيه السخاوي فلما رجعت من الحج وكانت والدتي معي قال المصروف بعدما كنت مكفي المؤونة قبل فزرت واستمددت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال طبعا وأتى بعدد من الأمثلة عن مشايخ الإسلام وآئمة الدنيا والآئمة الأعلى وما شبه ذلك كما يسمونه ففعلا وجد هذا التناقض والسلفية هذه من أصولها يعني لا يمكن أن يكون سلفي ولا يكفر من يستغيث بغير الله وهذا يعني بإيش يعذرهم يستغيثون ويطلبون المدد من غير الله طيب نحن نكفر بها علي الجمعة ولا إيش اسمه الآخر يسري جبر ولا خالد الجندي ولا هالمساكين هذول ونأتي إلى هؤلاء الذين هم علماء لا يعذرون بجهل ثم نقول لا ليسوا بكفار لماذا ليسوا بكفار تأولوا هذا لا تأول فيها الشرق الأكبر لا تأول فيها عند السلفية فكيف يكونوا سلفيا ويعذرهم فعند ذلك لم يستقم معه هذا الأمر فترك السلفية لأجل علماء الأمة وصار علماء الأمة بالنسبة له هم هذه الأشكال شوف من فضلاء السادة الحنابلة في زماننا طبعا المعاصرين علماء الأمة المعاصرين حاتم العوني معروف فسادي وتخبطي وكذا هذا اللي يسمي حاله محمد عبد الواهد الأزهري ولا الحنبلي إنسان يعني ما أدري كيف يمكن حتى لو كان موافق لك عقديا ومنهجيا وكذا كيف يمكن أن تحترمه كيف يمكن أن تحترم هذا الإنسان بأخلاق سيئة بغض النظر أن يمكن تشاهد ابحث في قناتي عنه ستجد في قائل التشغيل لا أعرف كيف يمكن لإنسان أن يحترمه لكن صار من فضلاء الناس ليش لأنه يرد على السلفية وهذا خلاص انقلب على السلفية وعادة عندما ينقلبون على السلفية انقلبون بشراسة بالمقابل عندما يتكلم عن بعض المشايخ المشايخ السلفية يشوف طبعا وحط صور يعني حتى عقله ذهب الرجل بعدما انتكس يتكلم عن الألباني يقول من ليس له شيخ فشيخه الشيطان يعني الألباني شيخه الشيطان طيب وأنت لما تروح تدرس عن المشايخ الجهمية مو شيخ الشيطان جيد ومن دخل في العلم وحده خرج منه وحده ومن البلية تمشيخ الصحفية كله يتكلم عن الألبان وليتوسل بغير الله مو من البلية أن يتمشيخوا وأن يصيروا هم علماء الأمة وسادة الإسلام ومن كان شيخه كتابه وكان خطأه أكثر ما كملها من صور آية لازم تكملها الأخيرة هذه شيخ السلفي المعاصرين الألباني يعترف في لساني أنه لا شيخ له الآن ظهر سر كثرة شذوذاته العلمية وطرامه المنهجين هكذا يتكلم عن الشيخ الألباني يأتي بكلام لأتم العوني يطعن فيه بأيمة الدعوة يقول في البداية الالتزام وأوائل الطلب كان مشايخ السلفيون المشايخنا السلفيون المعاصرون يحذرون في ظلال القرآن لأن فيه تكفير المجتمعات ورمي المسلمين بالجاهلية فلما كبرنا ورجعنا لمصادرنا كسلفيين اكتشفنا أن الدرة السانية منبع لتكفير المسلمين والمجتمعات طبعا هو يقوله يعني هو راضي به فصارت الدرة السانية هي منبع التكفير بالنسبة لهم طبعا ليش لأن فيها تكفير لمن يعبد غير الله لأن فيها تكفير لمن يدعو غير الله صارت هي منبع التكفير طيب فقط لترى كيف الانتكاسة كيف انتكس على رأسه بعد أن عظم هؤلاء ووجد تعارض بين تعظيمهم وبين المنهج السلفي وما أراد أن يكون متناقضا ككثير من إخواننا صار من علمائه البوطي الهالك يقول سأل الإنساء المؤدد باحث عن الحقيقة طيب ما هي السلفية وما هو منهج السلف ومن هم السلف الحقيقيون فنصحه بكتاب للبوطي يسب فيه من يسمون أنفسهم بالسلفية ويعظم الأشعارية وطريقتهم وما شبع ذلك هذا المشكلة هو أعلى فكرة يا إخوة هو حضرني من حساب وعملت حساب ثاني وحضرني منه فهذا جزء من منشور يقول أنه طبعا يتكلم فيها عن السلفية لأن أنا فاتح من غير حساب فمو طالع عندي الشيء اللي معلق عليه لكن هو كان ينتقد السلفية أنهم يعني أن سادته الأشعارية الذين السلفية ينتقدونهم يتأولون الصفات تنزيها أو تفويضا تقديسا يعني على أساس رب العالمي الذي يؤمن به السلفية غير مقدس وغير نزيه السلفية ما يعبدون إله النزيها الأشعارية هم الذين نزهوا الإله طيب إذن إلهنا سيء بحسب نظارهم وهذا عذر لهم فالسلفية يقول لك أدعياء السلفية يرون ذلك مخالفا ومن صفات الجهمية والفرق النارية مع أنه مروي عن السلف شوف حتى بدأ بالافتراع السلف وطبعا لابد من أن يكون اسم النووي وابن حجر حاضرين مع كل إنسان ينتكس ويترك السنة أو يترك السلفية خلينا نقول ويتجهم ويتبع أهل الباطل وكما ترى هنا منشور يقول فيه شيخ الإسلام السخاوي صاحب فتح المغيث نقل عن شيخي الإسلام كلهم شيخ الإسلام طبعا شيخ الإسلام من؟ هم هؤلاء شيخ الإسلام الشافعي والتاج السبكي أن شيخ الإسلام النووي أشعر يعني السلفية يكذبوا عن الناس ويقولوا هو مو أشعر ومو أشبه ذلك بعضهم لا يكذب لا يتعلم الكذب يعني بعضهم معرفان إنشاء القصة لكن غير فهمان لها يعني المهم وبعضهم يتعمل الكذب لغض النظر هو كذب كلام يعني مخالف الحقيقة يعني الناس اللي درست ما صدقوا ويقول لك أنه نقد شيخ الإسلام السخاوي عبارة شيخ الإسلام الذهبي في تاريخ الإسلام ونصه على أن التأويل كثير في كلام شيخ الإسلام النووي نعم هو كثير في كلام شيخ الإسلام النووي وبالنفس الوقت يتحدى جميع السلفين طبعا نشوف كيف يعني خلص عقله ذهب انظر الصورة التي ينشرها طالب علم هذا وطالب علم قديم يعني ممبرح لسه تعلم الصلاة وكذا وصار لسه من نفس طالب علم وفعليا قديم وله جهود على قولة جمعات جهود لكن سبحان الله ابتدع فذهب عقله طار موسيخ يقول لك الآن أتحدى جميع السلفين المعاصرين خاصة وعامة هاتوا لي أحدا من العلماء ذكر أن البردة تجتمل على الشرك أو كفر أكبر أو غلو محرم قبل القرن الثالث عشر طبعا ما هو تعلم هذه الحجة منهم ما هم إيش حجتهم على تزكية النووي أنه لم ينص أحد على النووي بعينه أنه مبتدعي يعني على أساس اللي قالوا أن الأشاعر مبتدع أو الأشاعر كفر هذا لا يشمل كل الأشاعر لازم واحد يأتي ويقول النووي بعينه كذا ثم إذا جاءه لا يرضى به كما جاءه كلام ابن عبد الهادي لما قال ابن حزم جهمي فما رضي به يعني بالنهاية هذه الحجة التي فقط هم يقولونها للتشغيل أثاهم بمثلها يشغل عليهم بطريقتهم قبل القرن الثالث عشر من الذي قال عن البردة المعظمة عند الأشعرية والجهمية والصوفية وغيرهم ما الذي قال أن فيها شرك البردة التي يقول صاحبها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم الذي يقول فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن من يعني بعض ومن علومك علم اللوح والقلم يعني كل ما في اللوح المحفظ وأزيد لأن هذا من علومي ويقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها إيش ضرتها يعني الآخرة بحسب تفسيراته من جودك أيه النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يقول لك بده واحد يقول إن هذا شرك قبل القرن الثالث عشر حتى شرك أو غلوة أو ما شبه ذلك قبل القرن الثالث عشر وإلا فلا يكون شركا ولا غلوة نفس حجة السلفية مندجنة نفس الشيء كان سلف مندجن قح يعني قح إيش يعني قح يعني خالص أصلي أصنص فبعد ذلك خلاص أراد أي تسق مع منهجه فصار يوضع طبعا وجاء بمقطع لشيخ محمد حسين عبد الغفار يقول ابن الجوزي لا تقرأ له شيء علي لا ماشي إذا كان في تلبس إبليس ابن الجوزي أصلا فيه احتزال علي نعم لكن نعم ابن الجوزي كان وعظا بليغا يتكلم عن ابن الجوزي فإيش الرد العلمي عليه ما هذا الهبل والعبط والنقاط حط ما تريد مكان نقاط كلمة لا تكتب تخيل أنت إصرح في خيالك طبعا ابن الجوزي أحسن من النووي ب 16 مرة 16 ونص تقريبا لكن ليس مقدسا يعني ما موصل إلى الدرجة التقديس أنه يصبح ركم من أركان الدين فعادي أن يتكلم عنه على العموم ما لعلاقة الآن بكلام الشيخ محمد حسين لكن أنا في هذا كيف أنه صار يأتي بمثل هذه الأشياء وانظر كلامه عن السلفية وعن ابن تيمية يقول نص كالصاعقة لشيخ إسلام النابتة وحده لا شريك له ابن تيمية شيخ إسلام النابتة وحده لا شريك له ابن تيمية يعني أنه جاء بذكر من الأذكار وقال له فضل وحط طبعا هذه الصور طبعا نرجع المسألة النووي اللي دائما هو حاضر في كل منتكس يقول لك اطلعت قبل قريب على كلام لأحد الخوارج الجدد خوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويمرقون من الدين ولا يرون طاعة الحاكم وما شبه ذلك هذا كله يسمي المسلم الذي يدافع عن الله سبحانه وتعالى والذي لا يرضى بإمامه طبعا على الأقل هو ما كفر مثل المدجنة لكن مهم يقول أنه لا يوصف شيخ الإسلام النووي بالإمام ولا يلقى بالإمام لأنه أشعري هو يقصد من يقصد الشيخ بدر بن طامي العتيبي كتب مقالة كتب في هذا سماه إيش خارجي أين أصول الخوارج ما فيه فقط أنه وحتى هو ما يكفر النووي مثلا حتى نقول أنه كفر النووي خلاص صار من صفات الخوارج تكفير النووي عنده لا هو قال هذا قال إنه لا يوصف بالإمام ولا يلقى بالإمام لأنه أشعري والأشعري لا يكون إماما للسني هكذا سماه خارجي والرد العلمي عليه ما هذا العبط والهبل في الجبل لا تشوف الصور له مقالات وأبحاث تحقيق مخطوطات ومهتم بعلم السيوط ويكتب لو كاتب مدري كم كتاب عن السيوط يعني مو إنسان مهبول بس إن هذا سبحان الله بعد البدعة فيقول ردا عليه إذا لم يكن نوو المجمع على إمامته وصلاحه إماما وسنيا من سادات أهل السنة فمن يكون من يكون على طريقتهم من يكون يأتيك بكلام هذا المعتزلي محمد الغزالي منكر السنة عدنان إبراهيم زمانه يطعم فيه بالسلفية مثلا هنا يأتي بكلام لبن مفلح يقول من أشهر تياميذ شيخ إسلامهم الحصري وحده لا شريك له ابن تيمية هاي آخرة المدرجلة هذه آخرة طبعا والسيف العصري اللي متابع يعني ردت عليه كثيرا صار بالنسبة له عالم جليل وخذوا منه العلم صار ينشر مثل هذه الأكاذب هذا واحد أشعري على فكرة يعني قالوا إنه من حزب النور وبعدين طلع هو في لقاء مقابلة يقول فيها أنا أشعري هذه قديمة حتى صار لنكن من أول مرة انتخبوا فيها سي سي أول مرة أو عمله هذا عمله الانتخابات يعني أقصد فطالع فيها هو كان أشعري وليس السلفية ويقول لك هذا فيه رد على السلفية الذين يردون على من يحتفل من المولد فهذه يا إخواني خلاصة انتكاسة هذا الإنسان وشيء من أسباب انتكاسته أو بالأحرار ذكرنا يعني السبب المعلن على الأقل والله المستعان ونكرر ونقول ما قاله السلف من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام هذا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم لثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون